حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاوس عن المطالب ابن عبد الله ابن حنطب عن ام هاني قالت نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح باعلى مكة فأتيته فجاء ابو ذر بجفنة فيها ماء قالت اني لا ارى فيها اثر العجين قالت فستره يعني ابا ذر فاختسل ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثماني ركعات وذلك في الضحى حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ام هاني ابنت ابي طالب قالت دخلت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفة اني لا ارى فيها اثر العجين فوجدته يوصل لضحا قلت اخال خبر ام هاني انهذا ثبت قال نعم قال ابن بكر الضحى حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال حدثني ابن شيهاب عن عبد الله بن الحريث عن ام هاني وكان نازلا عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ستير عليه فاغتسل في الضحف صلى ثماني راكعات لا يدرأ قيامها اطول ام سجودها حثنا سفيان عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني ان قالت قادم النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة وله اربع غدائرة حثنا حماد بن اسامة قال اخبرني حاتم بن ابي صغيرة وروح قال حدثنا حاتم بن ابي صغيرة قال حدثنا سماك بن حرب عن ابي صالح مولى ام هاني ان قال روح في حديثه حدثتني ام هاني ان فقالت لي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى وتأتون في نديكم المنكر قال كانوا يخذفون اهل الطريق ويسخرون منهم فذاك المنكر الذي كانوا يأتون قال روح فذلك قوله تعالى وتأتون في نديكم المنكر حدثنا زيد بن الحباب عن ابن ابي ذئب عن المقبولي عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب عن فاختة ام هاني ان قالت لما كان يوم فتح مكة اجرت حموين لي من المشركين اذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رهجة الغبار في ملحفة متوشحا بها فلما رآني قال مرحبا بفاختة ام هاني ان قلت يا رسول الله اجرت حموين لي من المشركين فقال قد اجرنا من اجرتي وامنا من امنتي ثم امر فاطمة فسكبت له ماء فتغسل به فصول ثماني ركعات في الثوب متلببا به وذلك يوم فتح مكة ضحا حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وعن جعدت عن ام هاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدع بشراب فشربه ثم نولها فشربت فقالت يا رسول الله اما اني كنت صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر قال قلت له سمعته انت من ام هاني ان قال لا حدثنيه ابو صالح واهلنا عن ام هاني ان حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة قال كنت اسمع سماكا يقول حدثنا ابنى ام هاني ان فاتيت انا خيرهما وافضلهما فسألته وكان يقال له جعدته حدثنا عبدالصمد قال حدثنا ثابت ابن يزيد ابو زيد حدثنا هلال يعني ابن خباب قال نزلت انا ومجاهد على يحيى ابني جعدت ابني ام هاني ان فحدثنا عن ام هاني ان قالت انا اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل وانا على عريشي هذا وهو عند الكعبة حدثنا عبدالملك ابن عمر وابن ابي بكير قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن ابني ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني ان قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونته من اناء واحد قصعة فيها اثر العجيني حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا محمد يعني ابن عمر وعن ابراهيم ابن عبدالله ابن حناي عن ابي مرة مولى ام هاني ان قال محمد وقد رأيت ابا مرة وكان شيخا قد ادرك ام هاني عن ام هاني ان قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقلت يا رسول الله قد اجرت حموين لي فزعم ابن امي انه قاتله تعني علي قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني ان وصب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء فاختسلا ثم اتحف بثوب عليه وخالف بين طرفيه على عاثقه فصلت ضحى ثماني ركعات حدثنا اسود ابن عامر قال حدثنا اسرائيل عن سماك عن رجل عن ام هاني ان قالت لما كان يوم فتح مكة جاءت فاطمة حتى قعدت عن يساره وجاءت ام هاني ان وقعدت عن يمينه وجاءت الوليدة بشراب فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فشربه ثم نوله ام هاني ان عن يمينه فقالت لقد كنت صائمة فقال لها اشيء تقضينه عليك قالت لا قال لا يضرك اذا حدثنا اسماعيل يعني ابن ابي خالد عن ابي صالح عن ام هاني ان قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة حجبوه واتي بماء فاختسلا ثم صلت ضحى ثمانية ركعات ما رآه احد بعدها صلىها حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شيهاب قال حدثني عبدالله ابن عبدالله ابن الحارثي ان انا اباه عبدالله ابن الحارثي ابن نوفال حدثه ان ام هاني ان بنت ابي طالب اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فامر بثوب فستير عليه فاغتسلا ثم قام فركع ثمانية ركعات لا ادري اقيامه فيها اطول او ركوعه او سجوده كل ذلك منه متقارب قالت فلم اره سبحها قبل ولا بعد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن عمري ابن مرة عن ابن ابي الليل قال ما اخبراني احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اضحى غير ام هاني ان فانها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاختسل وصل ثمانية ركعات ما رأته صلى صلاة قط اخفى منها غير انه كان يتم الركوع حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن يزيد بن ابي زياد قال سألت عبدالله ابن الحريث عن صلاة الضحى فقال ادركت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم متوافرون فما حدثني احد منهم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي اضحى غير ام هاني ان فانها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم جمعة فاختسل ثم صلى ثمانية ركعات حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثني رباح عن معمر عن ابي عثمان الجحشي عن موسى او فلني بن عبد الرحمن بن ابي ربيعة عن ام هاني ان قالا لها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ غنما يا ام هاني ان فانها تروح بخير وتغدو بخير حدثنا عبد الله بن الحارف المخزومي قال حدثني اضحاك ابن عثمان عن ابراهيم ابن عبد الله بن حناين عن ابي مرة عن ام هاني ان انها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه ثمانية ركعات بمكة يوم الفتح حنا وكيع حدثنا شعبة وعن عمري ابن مرة عن عبد الرحمن ابن ابي الليل قالا لم يخبرنا احد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحاء الا ام هاني ان فانها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاختسل يوم فتح مكة ثم صلى ثمانية ركعات يخف فيهن الركوع والسجود حثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن ابي العلاء العبدي عن يحيى ابني جعدة عن ام هاني ان قالت كنت اسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وانا على عريشي حثنا وكيع قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيدي ابني ابي سعيد المقبوري عن ابي مرة مولى فاختة ام هاني ان عن فاختة ام هاني ان بنتي ابي طالب قالت لما كان يوم فتح مكة اجرت رجلين من احمائي فادخلتهما بيتا واغلقت عليهما بابا فجاء ابن ام علي ابن ابي طالب فتفلت عليهما بالسيف قالت فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجده ووجدت فاطمة فكانت اشد علي من زوجها قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه اثر الغبار فاخبرته فقالا يا ام هاني ان قد اجرنا من اجرتي وامنا من امنتي حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك عن ابي النظري عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب عن ام هاني ان انها ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قالت فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت وذلك ضحا فقال من هذا فقلت انا ام هاني ان قلت يا رسول الله زعم ابن امي انه قاتل رجلا اجرته فلان ابنه بيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هاني ان فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسله قام فصول ثمانية ركعات ملتحفا في ثوب قال قرأت على عبد الرحمن ابن مهدي هذا الحديث مالك عن ابي النضري مولى عمير بن عبيد الله ان ابا مرة مولى ام هاني ان اخبره انه سمع ام هاني ان بنت ابي طالب ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فذكر الحديث حثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وعن جعدة عن ام هاني ان وهي جدته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الفتح فأتي بشراب فشربه ثم ناولني فقلت اني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المتطوع امير على نفسه فان شئتي فصومي وان شئتي فافطري حثنا بهز حدثنا حمد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب عن هارونا ابني بنت ام هاني ان او ابني ام هاني ان عن ام هاني ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت اني صائمة ولكن كرهت ان ارد سؤرك فقال يعني ان كان قضاءا من رمضان فقضي يوما ما كان هو ان كان تطوعا فان شئتي فقضي وان شئتي فلا تقضي قال عبد الله وجدت في كتاب ابي حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا عاصم بن بهدلتا عن ابي صالح عن ام هاني ان بنت ابي طالب قال قالت مر بي ذات يومين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني قد كبرت وضعفت اوي كما قالت فمرني بعمل اعمله وانا جالسة قال سبحي الها مئة تسبيحة فانها تعديل لك مئة رقبة تعتقينها من ولدي اسماعيل وحمدي الها مئة تحميدة تعديل لك مئة فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله وكبري الها مئة تكبيرة فانها تعديل لك مئة بدنة مقلدة متقبلة وهل لها مئة تهليلة قال ابن خلف احسبوه قال تملأ ما بين السماء والارض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل الا الا ان يأتي بمثل ما اتيت به ترجمة نانسي قنقر